في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وحفظ أمن وسلامة المجتمع وحمايته من آفة المخدرات وصولا إلى مجتمع آمن من كافة المخاطر تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على شبكة من عشرة أشخاص يحمل أعضاؤها جنسيات أجنبية إثر قيامهم بحيازة وترويج مادة الكوكاين ومواد مخدرة أخرى واستهداف فئة معينة من القادرين على دفع ثمن هذا النوع من المادة المخدرة وأضح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه فور ورود معلومات عن عضاء هذه الشبكة تم مباشرة أعمال البحث والتحري من خلال عملية أمنية نوعية استغلق العمل فيها ما يزيد على الشهرين وأسفرت عن تحديد هويات المذكورين والقبض على جميع عناصر الشبكة وبحوزتهم مادة الكوكاين ومواد مخدرة أخرى ومبالغ مالية يعتقد أنها حصيلة البيع وأشار إلى أنه تم تحريز المضبوضات واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المقبوض عليهم للنيابات العامة وفي إطار العمل على تعزيز دور الشراكة المجتمعية لحماية المجتمع من آفة المخدرات تهيب إدارة مكافحة المخدرات بكافة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة على الخط الساخن 996 على مدار الساعة